تمكن عناصر الدرك الوطني بوهران من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونا من ثمانية أشخاص جلهم مسبوقين قضائيا مختصة في السرقة والسطو على المنازل وبعد استفاء الشروط القانونية تم تفتيش مساكن عناصر العصابة مما مكن من استرجاع جميع المسروقات وكذا المبالغ المالية وحج الوسائل والمعدات وكذا سيارة سياحية تستعمل ترفع عناصر الشبكة في السرقات اشتركوا في القناة